يا زينب نعم يا حبيب لكي فيها كلام كتير عايزي تجال قول يا زينب أنا بصراحة عاوزك تكلم حسن ليه؟ هو عمل حجب؟ لا أبداً بس أنا عاوزك تكلمه وتفاهمه إنه عاوزين تجمع كلنا في بيت واحد عندك حج وما يصحش كله أحادي وبعض في بيت غير التاني بس أنا بقول يعني يعني إيه؟ أحسن جدير مروان أنت خايف من المشاكل اللي ممكن تحصل مش كده؟ لا ما عايز كل واحد يبقى براحته على هوا يعني طب هو ده ينفع؟ انت عايزة تقول لي يا زينب تقول لي أروح لي بص يا حبيبي أنا نفسي العيال كلهم يكبروا وهم متجمعين في بيت واحد سي ما كنتو زمان وعرفة متأكدة يا مروان ما حدش حيادر يعمل كلام ده غيرك إنتو ده جيجة واحدة كل دي يا زينب دعا معلم أهلا بيكم ايه؟ أنا قلت أن أنت مش جاي بايس كان عايزي جاب لك ومال هو طبعا طبعا ثم البي خدمة؟ لا بالسلامة أنت تفكر سلام عليكم مع السلامة خير يا مروان الواحد لو بيطلب حاجة وتيجي في محدها هو دا عميل عندك؟ دا تاجر بيشتري الفاكهة من عندنا في الأرض كان علي فلوسه جاية فاحة أعرف الواحد لو بيحترمه وهي دو كان كل هاجة طبقى زي الفل مش خينات وتليفونات واحدة حصابوط يا بتجوي يا زينب ايه؟ أنا فين؟ احنا هكول اتعا يا زينب تعالي اتعا يا زينب اوجد يا زينب اوجد بسم الله الرحمن الرحيم ايه بقى لك يا زينب قلتلك قبل كده ان انا مش عايزاك تكذب عليها تاني صح؟ انا مكذبش ايه لا يا مروان انت بتكذب والراجل دا مش تاجر ولا جاي يسلمك فلوس يعني قوللي عاوزت فاهمين الشنطة دي فيها فلوس مثلا؟ لا يا زينب شفت بقى ان انا معاي حق ودي ايه انا عبيطة؟ كل مرة بصدقك وانت بتصدمي تاني انا مكذبشي بس في حاجات عشان تتم وتكمل لازم تبقى في قلبي صاحب على حد الاخر طب احياتك عنده واحيات نوح انا عايزك تساعديني بلا اساعدك اكتر من كده؟ خليك زي ما انت يا زينب ولمينا كلنا حواليك ايه؟ ولاي مش عارفة ولاك ايه قلبي مصدقك بس عقلي لا بسمعي كلام جالبك قصمان بالله العظيم جالبك ده او الوحيد اللي فهم الدينة دي كلها بسرعة زينب في حاجة شغلة بالي وعايز اقول لك عليها ايه؟ عايزيني خوي الوات بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ازايك؟ عايزة مني ايه؟ عايزة كيف حاجة؟ انا اصلا جاية تطمن عليكي تطمن علي هبلنا اياك ها؟ اه هبلة هبلة وعبيطة وبيتضحك عليكي كمان بصي انا فكرت كتير قوي قبل ما اجيلك وقلت يا ترى سينة هتبقى زكاية وعارفة مصلحتها ولا هتفضل غبية زي ما هي بتقول لك ايه؟ مش عايزة لت وعجن كتير لت وعجن؟ ايه ولت وعجن؟ يا تقولي كلام له عوزة يا تمشي من هنا هاخرجك من هنا اه؟ مش كده وبس وهديك اللي انت عايزين مش كده وبس وهيشك اللي عيشها اللي انت نفسك فيها وصفة المعفن ده انا هطلع عين امه بس بشرط ايه هو؟ تخرجي من هنا تخلصي على كريمة من هنا مش انت قلتي ان هي اللي حرادتك على قتل بابا الله يرحمه؟ لا لا انا مجلتش كده بصي انا عارفة ان غالبانة وملكيش دعوة وان الموضوع ده كله عندي انا وطاريا انا عارف اخده كويس قوي مش من كريمة بس من بيت عبدالحكيم كله ايه ايه وهي كريمة السابق بصي القضية هيتنظر فيها قريب قوي وكريمة هتشرف السجن يعني هتشرف كل اللي انا عايزاه انها ما تخرجش من هنا اللي على قبرها فاهماني يا سينا؟ السلام عليكم اهلا اهلا المفاجهة الحلوة دي تفضل جيتوا على بالي قلتا ماجهة اسأل عليكم لا شكلك كده كان عندك معدنة لا والله ده نجلكم مخصوص يا يا وحشنك ازن يا اتفضل اتفضل القوة بسرعة مروان بيه احشنو دي جاوب مليه مش احنا عيلا واحدة بزباب تقوله سيلة الرحمة واجبة اه طبعا عندك حق ملاخوية اللي رحمه تجوز جابريا بس تصدق والله انا زعلانا ملها قوي كمان ازاي لحد دلوقتي مجيش ولا مرة تزورني ولا تطمن عليها والله عندك حق امي غلطانة وانا بعمل اللي هي ما بتعملوه شي جاي لي يا مروان جاي ليه كانك بتقول لي لي طلع برة لا والله يا ابن لعلمك انا كنت جاي ازورك لحد عندك لحد باب بيتك اصلا كده في شوية حاجات مش عاجبني في الشغل وانا كمان يا ريم في حاجات كتير يا جوي مش عجباني طبعا اكيد اتفضل انت على رأسي من فوق وانا بقولك الكلام دي عشان تعرف ان انا جزدي خير هم ريح نفسك مين قالك ان انا تعبان نفسي فحي يا دي انت تعبانة تعبانة جوي شايل اهم الدنيا كلها فوق دماغك وهم عادل والشغل وعجلك عمال يود ويجيب عشان تاخدي طار محرم هو انت عايز نطلع فوفوتي وعاية وحطيدي على خدي مش ايجازت انا بس خايف عليك ايه بجد خايف عليا خايف عليا ازاي وانا فوسطة عيلة زي الفل زيكم تخايف عليا وانا فوسطة كنت وحسن وجابريه حبيبة قلبي اكيد شي حاجة تانية انا معرفهاش ايوة في حاجات كتير اجوي انت ما تعرفها شي عشان خاطر محرم وعشان خاطر ان احنا عيلة واحدة بلاش نلفه واندوره على بعض طب ديما ان انا عيلة واحدة انا ليه عندك دار ومور ايه دار محرم اخوي لازم ناخده اهوتك انا اهه سفرت وروحت وجد بس لسه جوايا عادات وتقاليد البلدتي انا لازم ااخد عز اخويه ريما انا عايز اقول لك كلمتين تحطيه محلجة في هدانك عارف انا لو مش معاكو ابوا ضدكو مروان انت بجد ما تعرفش مقامك عندي قدي انت اكتر واحد باحترمه في العيلة دي عارف ليه عشان انت ارجل كلمتك واحدة ومن الاخر ريما انا عايز اقول لك على حاجة الناس اللي هوا ليك انت ما تعرفهم شي زي ما انا عارفهم ازاك انا عادر الله عصاهم انا اقدر احط اصباع افعين اي حد فيهم واجبهم كلهم تحت رجلي